سعد شاركت بمسلسل الكندوش بشخصية ياسين من تأليف الفنان حسام تحسين بيك وأخرج سمير حسين اليوم عدد المشاهد بهمك أو لا؟ لا أكيد ما بيهمني بيصنع الدور نجم بيعمل نجم بكم مشهد؟ أي طبعاً أكيد أصلاً فيه يعني أنت عم تقدم شخصية ما عم تقدم كم مشهد أنت هاي الشخصية هي شخصية فاعلة أو مانا فاعلة أنت ممكن أحيانا يكون في عندك مئتين مشهد بالعمال رفتوا أنت مانك فاعل فأنت هي العلاقة بالشخصية أنت عم تقدم شخصية ما عم تقدم مشاهد تطلب تبديل مثلاً أحيانا بتشوف مثلاً شخصية أختي مشاهد أكتر تطلب تبديل أو أي طبعاً لك هلا أنا حتى بجوقة عزيزة كان في عندي دور طويل أنا حسيت أنه لا ما كتير ممكن يقدم لي شيء هذا أي معنى حدا بيدور على الأطول لا لا أنت عم تقدم شخصية بنرجع لنفس الفكرة يعني أنت مثل بحمام القيشاني مثلاً وبتقول أنت عم تشتغل فرضاً بحمام القيشاني أنت بتجيب شخصية عدنان المالكي طب عدنان المالكي إذا عنده خمس مشاهد نهاية أنت عم تقدم عدنان المالكي قيمة أنت هون فأنت بحاجة على ممثل بحاجة لحدا يأدي عيدور أنت عم تقدم شخصية شو كان بين أصلي كان دوش لينجح بوقت انحكى كتير وانتقد كتير أنه ما نجح بالكم يلي انحكى عنه أنه لازم ينجح أو البروباقاندا يلي صارت حواليه هلا هي بجوز المشكلة بالبروباقاندا اللي صارت حواليه يعني هذا العمل لو نشغل بصمت كان يمكن نعمل شيء أهم بس أنت البروباقاندا اللي نعملت الأعلانات الطرقية فصارت الناس بتطلب كتير يعني مثل كل شيء قالوا أنه حينصوا في كل البيئة الشرامية حيكون فيه شيء جديد وقت لما شفنا ما شافوا هالجديد لما سألوا حسان تحسين بيك قال أنه حط الحق على الإخراج ولما سألوا الإخراج قال النص ضعيف ما عاد عرفنا نحنا مين مين لم أنت قريت النص ألا أنا جيت على الجزء الثاني الجزء الأول ما كنت موجود فيه وهي الشخصية هاي شخصية جديدة بالجزء الثاني هو عالم يعني حسب ما فهمت أنه صار فيه أنه نشغل أكتر نشغل عن النص شوي بالجزء الثاني وضافوا هاي الشخصية يعني أكيد ما رح فوت على شخصية وخاصة العمل يعني منهك هلا والعمل مع سمير منهك كمان ليه ليه هلا أنا بحب لك أنا بحب أشتغل مع سمير سمير متعب وكذا هلا كتير فيه ناس تنتقده فيه ناس بتهاجمه أنا بجوز يكون فيه عندي ملاحظات ايه بس أنا بحب أشتغل معه سمير ليك بيطالع عندك شغلات كتير خاصة بالأدوار اللي فيه شي نفسي يعني أنا مثلا مشتغل معه أسير الانتقام مشتغل معه ليلة ورجال بأسير الانتقام تعبت يعني أنا هي من الأعمال اللي كتير تعبتني وأجهدتني وأنا ما قدر تشوفه للأعمال هلا هون كمان فيه شي نفسي كتير بيخليك ترجع تعيد وتعيد للطالع من لا تماما وملاحظات هلا فيه مشكلة أحيانا كنت تقول له مثلا هي يعطيني ملاحظة كذا قال له عطيني ملاحظة مخرج ما تعطيني ملاحظة ممثل سمير دائما فيه عنده هوس الممثل هاي كمان ممكن تكون أحد أسباب نجاح نجاحه لسمير بيحط حاله محل ممثل وكما تماما يعني فأنت أحيانا مثلا يعطيك ملاحظة هو بقال له عطيني ملاحظة مخرج ملاحظت ممثل إنه واضح إنه أنت هون إذا كنت عمت إنه أنت هيك بتأدية إنه لا أنا هلا هيك بدي أدية إنه أطيني ملاحظة مخرج الشغل مع سمير أكيد متعب الورق أنا وقت قريته لقيت فيه شي حلو هلا ما بعرف أنا شو صار تعديل شو صار هاي ما دخل بهاي التفاصيل وما حبيت أدخل فيها يعني لأنه حسيت إنه معركة كتير حامية وما بعرف ليش يعني كان الأمور ممكن تنحل بأبسط من هيك أحسن ما ظهرت للإعلام بهذا الشكل يعني كان ممكن تنحل بطريقة أبسط من هيك بكتير يعني يعني أنا في أمور ما كتير بحب إنه مو إنه نشر غسيل يعني نحنا بالنهاية عائلة قد ما كنت أنا باختلف مع هذا الممثل أو الممثل الآخر فيني إجي إلّك يعني فيني إجي إلّك ونحنا دائما منلتقى بأعمال ومنلتقى بشغل ونحنا ما منلتقى والله بالصدفة يعني أحيانا منلتقى نحنا بشغل نحنا ثلاثة شهر أربعة شهر وشنبوش بعض بنكون مسافرين أحيانا مع بعض فأنت في أمور تنحل إلا بقى وقد يكون في شيء أخلاقي مشكلة أخلاقية كتير كبيرة بيكون في شيء جوهري إيه ممكن أحيانا في بعض موسلين مثلا أنت ما تطعطى معهم في إلّك أشخاص ما بدي حكي معونا بدون أكيد في ناس موجودين يعني أكيد ما رحكي مش هما نعمل لهم قيمة هلّا حاليا بس أنت يعني فيه يعني أنتوا أسماء كبيرة وصار لكم نعمر مع بعض أكيد الأمور بتنحل بطريقة أفضل من هيك البيئة الشامية سبق وشاركت فيها بدءا من حمام القيشاني وصولا لبروكار والكندوش سبق وصرحت أنه كنت اشتغلة بأغلبها بأغلب هذي المشاركات بداعي السبب المادي رفضت باب الحارة بأوج فصوله وأجزاؤه بسبب أنه عندك يمكن مشكلة مع هيدا المسلسل اليوم برأيك قديش الدراما عم تحكي هدا الواقع هل هو اليوم مطلوب شامي أم تاريخي أم اجتماعي أم شو لازم هلأ مطلوب كل شي بس الشامي دائما هو أسهل شي رقابيا وللتوزيع وخلينا نقول لجو رمضان يعني الشامي دائما صار أريح شي هلأ الشامي معروف هذا العمل الشامي شو سقفه هالشروال وهالإنباز هذا البيئة الشامي اي يعني أنت قدي بك تحمله ما رح تحمله لا تحمله فكر حتى وإدك تجي عم تحمله فكر عم يطلع ببهبت عليه يعني عم يطلع معنو لا بقل لما عم يحكوا قضايا استعمار أو أحيانا عم يحكي لك شي وطنيات وعقيد حارة ودافع هدول شو حكايات ولا شي حقيقة ولا واقع لا لا حكايات هي حكايات هلأ أكيد في شي أخذينهم من الواقع بالنهاية موضوع الاستعمار كان موجود وكان أكيد يكون في مقاومة وفي ناس ضد وفي ناس مع بس أنت بالنهاية كله عم تقدم ضمن حتوتة يعني بسيطة أنا مشانا كنت تسميها دعما هي فانتازيا شامية فانتازيا شامية اي يعني أنت حتوتة حلوة لطيفة الناس تحضرها في رمضان بتحبها وكذا وانتهى الموضوع يعني الباب الحارة رفضتوا أيام بسام الملة اللي يرحموه وتنعرض عليك كان وقته في هدول الجزئين اشتغلون عزام فوق العادة اي انا عزام يعني من الأشخاص اللي هني أصدقائي يعني وبعرفوا من زمان كتير بس يعني انتوا قدقت تفوت على عمل مثل باب الحارة بعد عدة أجزاء وهي فيها بدأك تفوت صح بدأك تشتغل انه انت عم أو قيام نشتغل عمال فيها بدأك تفوت صح وبمكانك الصح يا مو ما بتفوت اليوم صاروا بالتلتاش هلأ قول انتقل شركة تانية يعني يعني أنا بعيد كتير عن هذا مستحيل تشارك فيه ما في شي اسمه مستحيل ازداء الحال فيك مثلا لا انت ممكن ينشغل يتقدم لك دور مثلا أو ينكتب شخصية انه تلاقيها جميلة هاي الشخصية وحلوة وحبة فانه بتشتغلها يعني بزمن البرغوت بجزء الثاني كانت شخصية شاهر بتخيل بدأ القيس الشيخ نجيب خفت المقارنة لا أبدا حدا شاغل ونجح بي بمطرح تجي تكفي عنه لا هلا بالنهاية انت بتقدمه بطريقتك هو ليه رفض قيس ما بعرف شو الأسباب اجو خبروك انه بتكفي عنه طعم هلا أنا بعرف انه لانه كان بهديك الفترة يمكن قيس مسافر في عنده شغل برة وهيك يعني فأكيد لو كان الخلاف مادي ما كنت فتت عم نحكي لسه بيقى شامية بمسلسل بروكار قديت شخصية الهم شري الله يرحمه حيكون هلا بالجزء التاني ايه طبعا لانه نحن جزء التاني هو جاهز من زمان قبل ما يتوفى استاذ زهير يعني هنشوف زهير رمضان برمضان برمضان الله يرحمه كيف كانت علاقتك انت والنقابة وزهير رمضان هلا أنا والنقابة شي وانا وزهير رمضان زهير رمضان انا اخي وحبيبي الله يرحمه يعني انا بتلبطني في علاقة كتير قوية احنا مشتغلين كتير مع بعض ومسافرين مع بعض من المسلسل كنتوا سوى وغير هيك حتى سابقا من زمان يعني احنا بأكتر من عمل لقينا وهي زهير رمضان رجل محب كريم زقرت يعني انا مسافر معه وعلاقتي الشخصية فيه كتير قوية النقابة هلا النقابة انا اصطر عضوية شرف اخذها بال2015 يعني وقت اخذنا استاذ نجل تنزور استاذ مروان بركات سعد الحسيني عمار الحامض كان فيه عضوية شرفية نعم تماما هي موضوع النقابة يعني كتير تهاجم زهير عليها الاكيد فيه جوانب معنو كامل هو يعني ممكن يلام عليها بس بالنهاية النقابة ما تحملوها مسؤوليات فوق حجمه النقابة بشكل ملء اشكال مثل اي نقابة تاني هي قريبة من مركز الجباي يعني مركز الجباي مش هاني امن بعدين شيء له علاقة الاعانات الاعانات تقاع تقاع وا 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 هاي التفاصيل ما عرف مثل كل النقابات هذا يمكن برأيك انه بس فقط هذا عمله للنقابة ما بتقدر تعمل اكتر من هيك يعني النقابة عندنا هم يعني مثل هلا نقابة الصيادلة بفترة وقت جنو طيب نقابة الصيادلة بتمون على حق دواء بالسوق بتمون على صيدري بالسوق يعني حاجة تحملوها يعني النقابة ما بتقدر نقابة الفنانين مسلا تفرض اي ممثل لمنتج خاص يعني ليش يعني للقطاع العام ما تقدر تفرض ما كانوا يتدخلوا ابدا ما ما بيقدروا يتدخلوا يعني ممكن يتدخلوا احيان ممكن بالمونة تصير القصة ممكن نتيجة علاقات شخصية بس بشكل عام ما كتير نحملها للنقابة فوق طاطا ما رح قللك زهير مسلا ما عنده اخطاء كان اكيد بنهاية بني ادم يعني وعم يشتغل بشأن عام ونحنا عددنا انت على مستوى مسلسل بين مخرج وكاتب قامت الدنيا ومقاعدة تخيل انت نقابة فيها تقريبا حدود 3000 نقابة وعلاق بيناتهم غير لحنا كمان يعني ما تفكرنا ملايكة يعني يعني انت تعرفوا تماما يعني فانت كل حدا بيشوف الموضوع من وجهة نظره وكل واحد بيشوف الموضوع انه هو رأيه الصح وانه النقابة لازم تعمله وصار فيه تجييز شارع انا كنت ضده لانه الشارع ما له علاقة بجوز لانه نقابة الفنانين نعم انه صار هذا التجييش وانه كيف بينجع زهير رمضان يعني زهير رمضان في ناس انتخبته انا هلأ بجيش الدنيا على نقابة الاطباء وعلى نقيب الاطباء ايه ازا انت الاطباء انتخبوا يعني شو استفدنا انت في قانون طبعا ايانا خايم مشا ما يقولوا متحاطط على نقابة الاطباء يعني اليوم انا قلت صيادلة والاطباء اه صيادلة اطباء انا ليش لانه هدول هلأ حاليا نقابة صيادلة لانه بفترة انه صارت ناس تحكي كثير على الموضوع الدواء وغلاء الدواء وكزا انت النقابة نفس الشي المهندسين والمعلمين كل النقابات يعني أسوأ ياسي دي ويقولوا بعد خلينا بالمناسبة ينبارك لمحسن غازي الاستاذ محسن غازي يلي صار نقيب الفنانين كيفك انتو هو صحبة طبعا اكيد وبعدين هلأ يعني استاذ محسن هو صديقنا ورفيقنا وهو ابن كمان النقابة يعني كمان انت وقدو يجي حدا عن النقابة بدو يكون حدا بيعرف مشاكلة بقصصة ما بس يعني انت ما بشكلتك بس النقابة انت حتى علاقاتك مع المؤسسات التانية والقوانين النازمة الى لهي المؤسسات وهي المديريات وهي هي شغلة ما انا هي شغلة ادارية كتير صعبة وبده حدا يكون موهوب بالادارة نعم يعني انت ممكن يجي نجم كبير يستلم النقابة بس هو ما نموهوب بالادارة فممكن يكون بلحظة هو نقيب فخري للنقابة فبيجيك انت دائما معاون ومثل بمرحلة من المراحل صارت هاي القصة نجح بالادارة زهير رمضان اه اكيد قلتلك اكيد في اخطاء بجوز انا كنت اختلف معه ببعض الامور بس انا بعرف الظروف اللي كانت فيها النقابة وقت استلم زهير رمضان وبعدين شو صار هنشوفو ازم ببروكار وبباب الحارة بتخيل مكمل كمان بهيدا الجزء الله يرحموه اشتركوا في القناة